وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة حماية عاجلة للقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الأول من مارس المقبل تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من ألف إلى ألف ومائتي جنيه بحسب الدرجة الوظيفية كما وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف الإعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وشملت الحزمة زيادة في المعاشات بالنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن الانحياز للمواطن هو العنوان الأبرز للقرارات التاريخية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية على الإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية التاريخية تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطن بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية توجيهات القيادة السياسية جاءت من واقع إدراك القيادة لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل التحديات العالمية التي انعكست على مصر من موجات التضخم ردود الفعل من الجهاز التشريعي والنخب السياسية جاءت مرحبة بحزمة الحماية في سياقات التوقيت والحجم الضخم فالعائلة المصرية خاصة من محدود ومتوسط الدخل على بعد أيام من شهر رمضان المبارك كما أن قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في وقت تعاني فيه أغلب دول العالم من ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص المواد والأزمات والصراعات الدولية وصفت قرارات الرئيس السيسي بأنها طوق النجاة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل حيث إن القرارات جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأنها تشمل زيادة معاش تكافل وكرامة مما يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط وحرصه على التوسع في مضلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة اتحاد عمال مصر من جانبه ثمن قرارات الرئيس السيسي وقال إنها تساهم في تخفيف أعباء الحياة لعمال مصر مؤكدا أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين بل إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحمل الجزء الأكبر من العب الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطن قرارات الرئيس السيسي تأتي بحزمة حماية اجتماعية عاجلة انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية موسيقى